اهلا بكم في محرنا الثاني من حلقة الليلة لم يمر شهر رمضان المبارك هذا العام مرور الكرام بل شهد سلسلة من الأحداث المتتالية اعتصامات، اضربات، استقالة حكومة وتشكيل حكومة أخرى ساعة الصفر دقت بأسرع مما توقعنا ضريبة، أسعار، اعتصامات، حوارات طارئة مع نواب، رحيل حكومة الملقي، تكليف الرزاز، منح خليجية عاجلة، تشكيل حكومة حوار انصح التعبير فيسبوك كيهم بالمحصلة ما يمكن اعتباره مسلمة أن الأردن قبل رمضان 2018 ليس كما خلاله وليس كما هو بعده ملخص ما حدث في هذا التقرير قانون العدالة الضريبية بردع التهرب الضريبي وإحقاق التصاعدية أما الضريبة بدنا إياه من هنا كانت الشعلة ليبدأ الغضب بالتصاعد وتعلن النقابات المهنية عن إضراب شامل يوم الأربعاء في الثلاثين من شهر أيار الماضي انضمت إليه ثلاث وثلاثون نقابة وجمعية في اليوم التالي أعلنت الحكومة عن رفع أسعار المحروقات والكهرباء ليطلق ناشطون حملات احتجاجية متنوعة ومختلفة تعبر عن غضب وصل أوجه حيث اجتمع الآلاف على الدوار الرابع مطالبين بإسقاط الحكومة والنهج يوم الجمعة تراجعت الحكومة عن رفع أسعار المحروقات بإعاز ملكي ورغم ذلك كان عدد المحتجين في ازدياد لتستمر أياما وأيام بهتافات تؤكد أن على الحكومة أن ترحل وعلى نهج التفقير أن ينتهي يوم الأحد العظيم كما أطلق عليه ناشطون كان اليوم الخامس للإحتجاجات والذي شهد أكبر عدد من المحتجين تقدر المشاركة بأربعة عشر ألف مواطن حول الدوار الرابع من عدة جهات لتقدم حكومة الدكتور هاني الملقي استقالتها يوم الاثنين الاحتجاجات لم تتوقف رغم الاستقالة المحتجون توافدوا إلى محيط الدوار الرابع في رسالة واضحة أن إقالة الحكومة هو ليس إلا مطلبا من ضمن مطالب عدة خرجوا لأجلها وفي صباح اليوم السادس من الاحتجاجات ضد السياسات الاقتصادية الحكومية والثاني بعد إقالة حكومة هاني الملقي كلف الملك الدكتور عمر الرزاز رسميا بتشكيل حكومة جديدة ونشر الديوان الملكي تسجيلا جمع الملك بعدد من الصحفيين وكتاب الرأي يتحدث عن آخر التطورات في البلد الوزراء ما عدأ كم واحد كانوا نايمين يعني إذا وزيري بيجي بفكر أنه أنا جاي وزير حتى بس أقول على الكرسي وأخذ الراتب بكفي فمن يوم وطالة لما بقول أنه إذا واحد ما بده يتحمل المسؤولية ما يضل بالكرسي هدول الوزراء من جبناهم؟ جبناهم من الصين يعني من الشمال للجنوب يعني مقدرش تقول أنه أنا يعني هدول 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 أجانب هدول الدنيين طيب كمان متى المسؤول بده يتحمل المسؤولية في اليوم السابع منذ انطلاق الاحتجاجات مجلس النقباء أعلن عن استمرار احتجاجاته التصعيدية ضد مشروع قانون الضريبة والخدمة المدنية بتأكيد الإضراب يوم الأربعاء الذي ألقى خلاله رئيس مجلس النقباء علي العبوس كلمة قال فيها أن المجلس قرر تعليق إجراءاته التصعيدية وإعطاء الحكومة الجديدة فرصة حتى تتشكل قاطعت الجماهير المحتشدة كلمة العبوس رافضة قرار المجلس مطلقة هتفات مثل باعوها باعوها ودعية لإكمال اعتصامهم على الدوار الرابع في مساء الأربعاء توجه عدد لا بأس به من محافظات مختلفة لتنول الإفطار في مناطق حول الدوار الرابع لتنطلق المسيرة الأخيرة في يومها الأخير المطلوب من هذا الفريق إن شاء الله سيحققه أن يكون فريقا بمعنى الكلمة فكل فرد له مسؤولياته ولكن بالآخر نعمل كفريق منسجم مطلوب من هذا الفريق وهذه توجيهات سيدنا أن يكون فريق ميداني يتعاطى يستمع يتعاطى مع الناس اليوم نناقش كل ما عدث لحظة بلحظة مع ضيفنا زميل الكاتب المحل السياسي في صحيفة الدستور الأستاذ ماهر أبو طير أهلا بك أستاذ ماهر وبدأ أبدأ منك شو صار مع حكومة ملقي سؤال مختصر كثير يعني أنا يعني بعتقد النهاية اللي واجهتها حكومة الملقي كانت نهاية قد لا تكون متوقعة لكن كانت يعني محتملة إلى حد كبير بسبب الأزمات التي صنعتها هذه الحكومة أنا لا أريد أن أتعرض إلى الأشخاص هنا ولكن كانت حكومة فوقية واستعلائية تأخذ القرارات بلا قلب يعني في كثير من القرارات لا تفكر بالكلفة الاجتماعية لهذه القرارات يعني لربما قرار مش رئيسة كان يقول أنا ما بأخذ قرارات شعبية لا يعني أعتقد فيه أن موضى صارت آخر عشر سنين بالأردن كل رئيس وزراء بيجي بيتفاخر أو بيفتخر أنه ما بيدور على الشعبية وأنه بدي أخذ القرارات بقلب قوي عشان يحمي الاقتصاد الكلية أو الدولة الأردنية وأعتقد أنه هاي سلبية لأنه بالغرب أساسا الشعبية معيار لبقاء أي رئيس أو أي حكومة ولذلك كانت النتيجة طبيعية لأنه يعني أنا ما بدأ أستخدم تعبير يعني يأخذ بطريقة سيئة ولكن هناك تحرش بالناس بشكل يومي على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي عدم مرعاة لظروف الناس استثمروا في صبر الناس على ظروف البلد بطريقة سلبي لديهم نظرية تقول أن الأردني لا يريد أن تحدث هناك فتنة في الأردن ولا يريد الأردنون أن يلتحق الأردن بالكينات الذبيحة التي نراها في سوريا في العراق ولكن هذا الاسترخاء الذي حدث بعد الربيع العربي وبعد أن نجل الأردن من الربيع العربي استرخاء يعني سلبي وتم يعني الاستفادة منه بطريقة سلبية إلى أي درجة أنت تذهب كحكومة في هذه الإجراءات أنا أعتقد أن الحكومة السابقة لم تكن تسمع لكل النداءات ولكل الأصوات التي تحذرها بطرق مختلفة بشأن هذه الإجراءات واستمرت في إجراءاتها الاقتصادية بشكل سلبي وكانت النتيجة التي رأيناها نتيجة طبيعية وإن كنت أؤكد لك هنا أنها كانت نتيجة غير متوقعة وأن الدولة فوجعت بما حدث طيب شو قصة يعني كل المشكلة أو ما فاقم الأزمة كان موضوع إضراب النقبات التي تبعوا قرار رفع الأسعار وإصرار الملقي على عدم سحب مشروع قلون ضربة الداخل لسحب نعم لاحقا تم سحبه يعني لم تكن كارثة سحب المشروع نعم أولا تعنت حكومي كان فيه لا لا فيه تعنت حكومي ويعني أعتقد أنه محترامي له لرئيس الوزراء السابق كان يعتقد أن الإصرار على القرار يثبت أنه رجل دولة بسبب حاجة لإنقاذ الموازنة أحيانا أنت تتخلى عن أهم الأشياء لديك من أجل إنقاذ شيء أهم الوضع للبلد كان في غاية الصعوبة أنت ترى ماذا يحدث هنا في الأردن هناك نسبة بطالة مرتفعة هناك مئات ألاف الشباب بلا أمل تخرجوا من الجامعات يعني لا يعملون وإذا عملوا يعملون برواتب منخفضة أحلامهم الاجتماعية بالزواج وإلى غير ذلك محبطة ومتوقفة هناك أزمة أزمة كامنة تحت الرماد ولكن هناك أنا أعود لك كما قلت لك في البداية هناك من يعتقد أن الحكومة بإمكانها أن تسترخي لأن الأردن الحمد لله نجا من آثار الربيع العربي وقد اتخذت حكومة عبدالله نسو إذا كنت تذكر وحكومة هان الملقي قرارات كثيرة ولم تحدث هناك أي أزمة باستثناء يمكن في فترة يومين بفترة حكومة عبدالله دكتور عبدالله نسو ولكن هذا الاسترخاء في القراءات السياسية والأمنية يجب أن تعاد قراءته بشكل مختلف لا يوجد ضمانة باستمرار حالة الهدوء أين كانت القرارات المتخذة طيب النقابات المهنية تصدرت المشهد نعم صحيح نعم أمر طبيعي هو جسم منظم أنا يعني عوض نقابة الصحفيين هناك نقابات في البلد الحزاب ضعيفة جدا البرلمان غائب جسم النقابات طبعا له علاقة بشكل أو بآخر بقانون ضريبة الدخل تحديدا وبمجمل الوضع الاقتصادي هذه الطبقة الوسطى التي اليوم بإمكاننا أن نقول عنها أن هناك أكثر من طبقة وسطى في درجة أولى وثانية وثالثة وراءة بالطبقة الوسطى ليست طبقة وسطى واحدة تضررت كثيرا على المستوى الاقتصادي أعضاء النقابات هم أعضاء الطبقة الوسطى يعني سواء على مستوى المهندسين الأطباء البقية القطاعات يعني ربما شعروا بتهديد مصالحهم من جهة ولكن أيضا هم جزء من المواطنين الأردنيين ويعانون الاقتصادين وهم أيضا بسبب التعليم والتنظيم في أجسام النقابات ووسائل التواصل الاجتماعي لديهم قدرة أعلى على التعبير عن موقفهم ولا يتصرفون بسلبية لاحظ أيضا أن تحرك النقابات جاء في توقيت له علاقة بضعف البرلمان وغياب البرلمان تم التحذير مرارا مئات المرات من غياب البرلمان ومن ضعف البرلمان ومن أداء البرلمانات كيف كان برلمان رئيس مجلسة النواب والنواب بصدر بيانات وبصدر تصريحات لا يوجد ثقة في البرلمان لا يوجد أنا محترامي أنا لا أتحدث عن البرلمان الحالي فقط حتى البرلمانات السابقة لا يوجد ثقة في البرلمان لو كان البرلمان يشتغل بشكل فاعل ويحاسب بشكل فاعل ويؤدي مهامه ربما لم ترى النقابات في هذا المشهد لكن أين يذهب هذا الضغط أنا أعتقد أن مركز القرار في عمان لهذا الحراكة الذي حدث يعني وانا اقصد هنا نقابات المهنية لان هذا الجسم متعلم وجسم يمكن التحاور معه والوصول معه الى تسوية هذا افضل بكثير من انفلات الفوضى لا صمح الله في البلد وعدم وجود رؤوس للتحاور معها في هكذا النقابات ستعود للحياة السياسية بعد هذه المعركة انصح التعبير محاكم تملقي اعتقد انه هذا سؤال مهم جدا النقابات المهنية تذوقت النصر الذي حققته خلال هذه الفترة من رمضان عبر اسقاط الحكومة وسحب قانون ضريبة الدخل اعتقد انها مرشحة بشكل كبير ان تعود الا اذا مورست عليها ضغطات او احراجات معينة بما يجعلها تتراجع الى الظلال ولكن ايضا اشير هنا الى نقطة مهمة اذا افترضنا ان البرلمان بقي غائبا ولا ثقة فيه والنقابات الاعتبارات مختلفة تراجع دورها في الظلال من هي القوى البديلة التي ستتولى امر الشارع او ستؤثر على الشارع هذا سيناريو خطير جدا والافضل انا اعيد و اكرر الافضل ان تكون جهات مثل البرلمان تسترد دورها ومثل النقابات افضل من جهات مجهولة اولا او جهات لا تخضع لمعايير كثيرة مثل النقابات والبرلمان طيب انا بعد فاصل قصير بدي ارجع لك لموضوع حقيقة مهم جدا وهو موضوع ما بعد الضراب الاربعاء كان هناك رفع اسعار المحروقات الخميس صفه وطفيها مساء صحيح ثم انفجرت دور الرابع وهنا فيه جملة من الاسئلة حول انفجار الرابع ان صح التعبير الله يبعد عنا الانفجار يعني مش احنا بهذا النقابير رح ارجع لك في تفاصيل ولكن بعد فاصل قصير نواصل حوارنا واضيفنا الكريم الاستاذ ماهر ابو طير واستاذ ماهر انا توقفت عند كلمة انفجر الرابع وانا هون اتحدث ان انتصامات حقا الرابع بمجمله الاعداد كانت بالالاف اليوم تصدر حملة يوم الخميس صفه وطفيها بعد قار الحكومة مباشرة رفع اسعار المحروقات وهناك تحشيد سؤال التحشيد كانت ترقائي دعوة فيسبوك صح التعبير ولا لا يعني انا بدي استثناء اولا بس صفه وطفيها من انه يعني هاي كانت يعني دعوة لثلاثة افراد اعتقد انك شفت اليوتيوب اللي عملوه يعني ولكن بشكل عام اذا جئنا لتفكيك جسم الاضرابات سواء امام مجمع النقبات او جسم الاعتصامات امام دوار الرابع يعني مختلط الجمهور ولكن انا اذا سمحت لي لا يجوز هنا ان نتورط كما تورط كثيرون باتهام هؤلاء انه هناك جهات حركتهم وهناك يعني جهات منظمة ادت الى هذا المشد يعني هذا الكلام فيه جزء منه وتخوين واتهام لهؤلاء في الدوافع ولكن ولكن حتى كنت صادق معك هذه حركة عرفوية شعبية وايضا هناك حركة منظمة هناك منظمات مجتمع مدني في البلد هناك شخصيات سياسية يعني لديها لوبيات تحت مسميات مختلفة ايضا قادرة على التحريك هناك وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن هنا ان نصف المشهد امام دوار الرابع او حتى اعتصامات امام النقبات المهنية بأن هذا مشهد مدار من جهات خارجية او هناك مندسي او هاي اللغة أنا عشان الاضاح فقط ما حدث في النقبات كانت دعوة نقبات مهنية ما حدث في الرابع مختلف تماما ما في دعوة نقبات لا في جزء من الدوار انا بحكة عن اول ليلة ارجوك جزء من الموجودين على الدوار الرابع كانوا عضاء نقبات يعني جزء من دوار اللي كانوا موجودين على الدوار الرابع هم أعضاء النقبات ولكن أنا برجع أحكي لك هناك أكثر من سمة لما شاهدناه أمام الدوار الرابع هناك حركة عفوية شعبية ما منقدر نخون الناس في دوافعهم من اتهمهم نحن ما بنبني بس بنحكي على تلك الصورة أوضح ولكن هناك عنصر آخر أنا ما أبدأ أدخل في تفاصيله ولكن هناك عنصر آخر يعني منظم وهذا حق الجهات التي نظمت يعني هناك جهات منظمة في البلد بتشتغل سياسة وبتحرك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولذلك المشهد فيه مجمله مختلط مختلط لا نستطيع تخوين المتظاهرين أمام الدوار الرابع ولا نستطيع أيضا أن نقول أن لا دوافع سياسية للبعض إذا هذا هذا المشهد الذي رأيناه ألم يكون المشهد مختلفا من ناحية التنظيم من ناحية الالتسام من ناحية الأخلاق صحيح صحيح يعني هناك مشاهد هذه صورة مختلفة لا أريد أن نتطرق إلى بعض التفاصيل في المشهد سواء من حيث تجميل صورة المشهد أمام الدوار الرابع اللفتات تجاه الأمن والدرك على سبيل المثال اللباس المتشابهة أحيانا ولكن أيضا هذا ما رده إلى وجود جهات منظمة ولكن هذا الكلام لا يقال على سبيل التخوين ولكن هناك جهات منظمة سياسية ومن حقها أن تعمل مدام القانون يسمح لها بذلك في نهاية المطار طيب الصبغة التي تم الحديث عنها على مواقع التواصل الاجتماعي تحتاج إلى قراءة مبعد السطور الذي ظهر على الرابع هي عمان غرب عمان فئة مختلفة هي من خرجت للتظاهر على الدوار الرابع تختلف هل هناك قراءة مبين السطور في هذه الحالة؟ لا أنا لا أريد أن نصف الحراك الذي جاهدناه أمام الدوار الرابع بأن هذا التظاهر هو تظاهر للطبقة الأرستقراطية القائفة على مكاسبها أو أرباحها يعني الكلام أيضا يقول وكأن عمان الغربية منفصلة عن بقية الأردن كان هناك حراك أو مظاهرات أو اعتصام أمام الدوار الرابع وكان أيضا هناك في المحافظات ولكن الذي استجد هذه المرة أن الطبقة الأعيد الكلام الطبقة الوسطى التي كانت إلى حد ما قادر على حماية وجودها ووجود عائلاتها تضررت هذه المرة والنار وصلت إليها وللأسف هذا شيء مؤسف لماذا؟ لأن الناس الأكثر فقرا كانوا خلال السنوات الماضية يرسلون الرسال ولا يجدون من يتضامن معهم ما شهدنا هذه المرة خروج نوعيات مختلفة سواء في عمان أو في المحافظات ومن طبقات اقتصادية مختلفة ولكن أيضا بشأن عمان الغربية أعتقد أن الموضوع التواصل الاجتماعي والتماس مع السوشيال ميديا بهذه الطريقة لعب دولا في تحريك هذه الطبقة ولا بد أن نجسر هنا بعلاقة الأمر مجددا مع النقبات المهنية التي كان هناك عدد كبير من أعضاء هذه النقبات موجود أيضا في مظاهرات الرابع طيب اليوم كان هناك صامت كان هناك نسبة لبأس بها من الشارع الأردني من الأردنيين صامتون في التغييرات السياسية في الإصلاح السياسي في الإصلاح كان هناك صامتون اليوم خرجوا عن صمتهم؟ صحيح تتفق مع ذلك؟ خرجوا عن صمتهم ولكن أيضا أنتابعهم حسابات كثيرة وخوف أيضا بشأن إلى أين قد تصل هذه الأمور التي نواجه هذه الأيام ولكن هناك رسالة مختلفة أنت لا تستطيع نهائيا أن تقارن بين الظرف الحالي الذي واجهناه بعد 30 أيار أو في شهر رمضان وبين ذرف الربيع العربي أو ظروف سابقة هناك إشارات مختلفة تفرض على مركز القرار هنا أن يحلل المشهد بطريقة مختلفة قابلية التكرار احتمال انفلات الأمور دخول أعداد أكبر أي خطأ محسوب خلال الفترة المقبل أي خطأ ستتم مضاعفة وعشرات المرات لاعتبارات كثيرة وهذا يقول في المحصلة أننا أمام حالة مختلفة نحن في الأردن بعد 30 أيار أو شهر رمضان عام 2018 لسنا كما قبل هذا التوقع هذا منتفقين علي المحافظات حتى لا أبقى في عمان نشهد التصمات مهمة ونتابع سوية الحقيقة تقرير سريع حول التصمات المحافظات وأرجع لك في كيف نقرأ هذا الحراك في المحافظات نتابع سوية المحافظات من الشمال إلى الجنوب شاركت في الاحتجاجات منذ يومها الأول ففي الثلاثين من أيار نظمت الفعاليات الشعبية والنقابية والاقتصادية والحزبية إضراباً عاماً رفضاً لمشروع قانون ضريبة الدخل ونظام الخدمة المدنية لتعود الاحتجاجات مجدداً مساء الأول من حزيران بعد أن رفعت الحكومة أسعار المحروقات والكهرباء ليطالب المواطنون في حينها بإقالة الحكومة والتراجع عن قراراتها التي أثقلت كاهلهم ورغم التراجع عن رفع أسعار المحروقات والكهرباء لشهر حزيران بإعاز ملكي وإقالة حكومة الدكتور هاني الملقي إلا أن الاحتجاجات استمرت لسبعة أيام متواصلة ففي إربد ومحافظات الشمال التي شهدت وقفات احتجاجية واسعة أكد فيها المشاركون رفضهم الاعتماد على جيب المواطن في تحصيل الإيرادات المالية لسد العجز في الموازنة المشهد لم يختلف في محافظات الزرقاء ومادبا والبلقاء التي طالبت فيها الوقفات الاحتجاجية بالاستجابة لمطالب المواطنين شعارات الوقفات الاحتجاجية في محافظات الجنوب تشابكت مع المطالب الشعبية في مختلف أنحاء المملكة حيث طالب المشاركون الحكومة بالخروج بقرارات اقتصادية جديدة بعيدا عن جيوب المواطنين احتجاجات المحافظات التي انتهت في الثامن من حزيران اعتبرها كثيرون بأنها اللاعب الأساسي الذي أخرج حكومة الملقي من الدوار الرابع ودفع رئيس الوزراء الجديد الدكتور عمر الرزاز على التراجع عن مشروع قانون ضريبة الدخل سماهر كيف تقرأ حركة المحافظات؟ وإحنا شهدنا في المحافظات سقوف مرتفعة وبعض حيات الشغل المحافظات أولا تعبر عن موقفها منذ سنين طويلة هذه ليست أول مظاهرات حتى قبل الربيع العربي كان هناك مظاهرات واعتصامات في المحافظات لأن الدولة هنا في عمان تتعامل مع المحافظات باعتبارها مجرد أطراف بائسة ولا يوجد تنمية ولا ازدهار ولا عدالة كما يجب على العكس لربما المحافظات المحسودة هناك رأيه هنا تسمحه هنا من بعض الأشخاص يقول لك أن كل المنافع تذهب إلى المحافظات وليس إلى عمان وبالمناسبة هذا غير صحيح ولربما هذا نوع من الحسد السياسي هناك مظالم في المحافظات هناك عدم تلفت للمحافظات وإذا حدث هناك تلفت يحدث بشكل سطحي افتتاح مستشفى افتتاح مدرسة على سبيل المثال ملامسة لهموم هذه المحافظات المحافظات مثل عمان الجميع هم مخزون الدولة الدولة لا تستطيع أن تتخلى عن جزء من واجباتها سواء بسبب الإهمال أو التقشف أو قلة المال أو بسبب أصلا وجود هدر في النفقات أو فساد أو أي سبب آخر ما شاهدنا هذه المرة هي رسالة قديمة جديدة لا بد من التلفت الآن إلى المحافظات وأنا أعتقد أن سقف المحافظات المرتفع أيضا ليس أمرا جديدا شاهدنا سقوف المرتفعة في مرات سابقة وأنا بطبيعة الحال ضد الثقوف المرتفعة لأن المقصود هو التغيير وليس على سبيل المثال أخذ البلد إلى سيناريوهات في غاية الخطورة أنتقن مباشرة إلى تكليف الرزاز وبدأ أسألك ونتابع حقيقة في هذا الإطار لكن أسألك برأيك الشخصي بشخص رئيس الحكومة لا 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 يوجد لي رأي شخصي أنا أنظر إليك كفاءة هل هو قادر كرئيس وزراء أو لا يعني هذا ما سوف تثبته لأيام المقبلة هو كان جزء من حكومة الملقي اليوم خرج كما شاهدت أنت اتخذ إجراءات تصحيحية لقرارات اتخذت في عهد الحكومة السابقة اللي كانوا جزء منها اللي كان جزء منها وقع عليه يعني إذا عدنا على القرارات السابقة سواء قرار سيارات الهايبرد أو قرارات المركز السرطان أو غير ذلك القرارات هو اليوم اتخذ إجراءات تصحيحية أزال بعض المظالم التي حدثت خلال الفترة الماضية وهذا أمر جيد من حيث الإشارة من حيث الإشارة هو أمر جيد حتى لا نكون نحن سلبيين ولا نحترف سواء نقضي الحكومات أو مهاجمتها ولكن الأمر يعتمد على الشهور القليلة المقبلة أنا أعتقد أن أمام رئيس الوزراء مهمات أكثر بكثير يعني أهم بكثير مما شاهدنا هذا اليوم ولا بد من توقف عند هذه الملفات طب الرئيس الجديد دخل بشعبية كبيرة على الأقل على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم هل يملك أدوات لتوظيف هذه الشعبية التي انخفضت مباشرة بعد أعلان تشكيله الحكومي طبعا انخفضت لعدة أسباب في سببين إذا بتسمح لي أحكي بهذه النقطة السبب السبب الأول أنه الجو في الأردن ما يزاله مشحونا من عهد الحكومة الصادقة نحن صارنا أكمل يوم بس طلعين من المظاهرات وقتصامات ففي جو توتر أساسا حتى وإن كان كامل وغير ظاهر هذا أولا ثانيا حملة الترحيب برئيس الوزراء رفعت سقف التوقعات برئيس الوزراء واحد يحكي لهم توصف التل واحد يحكي لهم تهزع المجالي إلى آخر هذه التوقعات بالتالي نحن شهدنا عملا تقليديا حكومة شكلت بنفس الطريقة المعتادة وفي نهاية المطاف هناك نقاط ضعف في التشكيل الحكومي ونقاط قوة وأعتقد أن رئيس الوزراء ردا على سؤالك يعني يمتلك أدوات كثيرة للتغيير إذا سمحت لي أحكي الشرط إذا لم تخرج المعايير الغير معلنة دائما إذا لم تخرج في وجهه واستطاع التحرك بشكل كامل ومارس دوره كرئيس الوزراء دون التأثر بمعايير كثيرة تحد من عمله في موقعه كرئيس الوزراء قال التدخل في تشكيل الحكومي الرسالس قال أنا مسؤول عن حكومتي أنا أنا من شكل ما حكى أنا مسؤول عن حكومتي قال عن جزء عن من اخترتك حكى أنا مسؤول عن اختياراتي عن اختياراتي يعني هون أنا ما بدي أكون هون يعني محرض على الشر ولكن هو محكى عن الحكومة حكى عن اختياراتي اختياراتك خمس وزراء سبعة, تسعة ، خمسطاعة أنا ما بعرف كم بهم الرئيس لم يختار كل فريقه وحكومي ومجدت نظرك؟ بطبيعة الحال طبعا لم يختر كل حكومته وهذا أمر ليس سرا في الأردن هناك أكثر من جهات تدخل في تشكيل الحكومات لاعتبارات كثيرة يعني تشكيل الحكومة يخضع لعمل جماعي وتداخل لعوامل كثير ما بين معترض ولا موافق على وجود فلان أو علان على سبيل المثال أو بين بعض الوزراء الذين تريدهم مؤسسات معينة في الدولة فاللي يتوقع أنه رئيس الوزراء هو يشكل الحكومة منفردا يعني يعني عايش بالخيال خيال سياسي هذا هناك جهات دائما تتدخل في التشكيل الحكومي وهذا أمر يعني معروف في تاريخ الأردن طب شؤالي اليوم ونحن نحكي عن التشكيل أنه الرئيس جلب من المعارضة جلب من كانوا يهتفون في الشوارع هذا واقع يعني بصراحة أنا أبدأ أحكي لك شغل الآن يعني هاي النقطة توظيف أو توزير المعارضة يعني أثار ضجة شديدة ضده تساؤل سواء من اللي خلالي نسميهم بين قوسين المولاء أنه اعتبروا هاي مكافأة لشخص لا يستحق التوزير باعتبارهم هم كانوا أكثر ولا أنه يعني كيف بتجيب واحد طالب بإسقاط النظام أو إصلاح النظام أي أن كان وحتى المعارضة أيضا ربما شعروا بغيث سياسي أو غيرة أنه تم توزير فلان وترك فلان أو علام طح أوكي بس أنا بدي أذكر بحقيقة مهمة الأردن تاريخيا كان يوزر المعارضين هناك أشخاص شاركوا باختيالات سياسية بعهود سابقة شاركوا بانقلابات رفعوا السلاح على الدولة كانوا يعملون مع واصم معارضة للملكية في الأردن أو للدولة الأردنية وإذا عدت إلى عهد الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات أيضا كان هناك أشخاص من هذه الاتجاهات يأتون فجأة وزراء وبعضهم جاء كمدير للمقابرات وتولوا مواقع كثيرة لماذا تكون حالة الوزير هذه الحالة الغريبة؟ أنا أعتقد أن لهذه الحالة أكثر من تفسير أولا هي تثر حجم تسامع في الدولة وأنه ما فيه قصم نهائي داخل الأردن وما فيه عدو نهائي للدولة الأردنية أو حتى للأردن أيضا فيها جانب ذكي جدا أن تتملح المعارضة ما قعد لتثبت للمعارضة أن إكرهات السلطة كبيرة جدا ولن يستطيع الوزير تغيير الكثير وتضيف نقطة أخرى في العقل الباطني لمن يتبعون المعارضة أن أي معارض أمام إغراءات السلطة قابل للانتقال من المعارضة إلى السلطة بنعم أو لا متفائل في مرحلة المقبلة بنعم أو لا تشرح ما معي وقت لأنه لدينا برنامج منديال ونستطيع أن تأخذ عليه المنديال أهم طبعا بصراحة بعد الإجراءات اليوم متفائل متفائل طيب أشكرا كل الشكر أستاذ ماهر أبو طير شرفتني محضورة قليلة لو هنا مشاهدينا وصلنا لختام حلقة الليلة من نبض البلد اللقاء يتجد بكم غدا وحدثنا مستمر حقيقة حول هذه الحكومة وحول ما تحمل الملفات غدا مع الأطراف النيابية لو هنا وصلنا لختام حلقة الليلة رؤيك ما حتمها كانت ولا تزاد واستبقى دائما معكم منكم وإليكم فالردن رؤية تصبحون على خير